بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إشراف خلق الله محمد رمن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين تم اليوم 26 ديسمبر اجتماع لجنة حماية الأموال العامة وتم الاتفاق على تحديد الأولويات الآتية لعرضها من جانب بالنسبة للتقارير الجاهزة وأخذ موافقة المجلس بالنسبة للتقارير التي نحتاج حالتها من قبل المجلس بالنسبة للتقارير الجاهزة فستقوم اللجنة بمناقشة الزراعة بيع السيارات بيع المنتجات بيع 50% شل والأموال المستثمرة الكي جيال أما بالنسبة للمواضيع التي نحتاج موافقة المجلس على حالتها وهي راح تكون كالتالي الحيازات الزراعية أثنين ميزانية الهيئة العامة لاستثمار 2007-2008 ثلاثة ميزانية الهيئة العامة لاستثمار 2014-2015 والتي تضمن الآتي سوء استغلال مواقع الاستثمارية النقل العام سوء استغلال المواقع الاستثمارية بنسبة المشروعات السياحية شركة بروجيكس وصرف مكافأة الفريق القانوني في أسبانيا أيضا ستناقش اللجنة موضوع استاذ جابر جسر جابر الأوفست البيئة والقرض الروسي والاستراحات والديزل هذا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة اليوم في بعض المواضيع مثل ما ذكرنا تحتاج إلى إحالة من قبل المجلس والمواضيع اللي تطررنا لها في البداية ستكون على جدوى الأعمالنا في الاجتماع القادم بإذن الله شكرا القضايا اللي موجودة الآن على جدوى الأعمال أو راح تكون جاهزة على جدوى الأعمال الجلسة القادمة راح تكون الزراعة بيع السيارات بيع المنتجات بيع الخمسين بالمئة من بعض الشركات الحكومية شل والأموال المستثمرة الكي جي أل هذه راح نتناقش فيها تحديدا هذه كيف ممكن أن نحن نتعامل معها في الاجتماع القادم شكرا